قد تكتسب في يوم من الأيام شخصاً يعادل ما خسرته في سنوات حياتك ويعوذك عن كل الأيام القاسية من ظلم وحدة وفقر ويمنحك العائلة والاستقرار الحكاية اليوم عبرة بكل معنى الكلمة للصبر للإيمان وأن دوام الحال من المحال الحكاية اليوم حكاية أم الخير أم الخير تحرمت من دفء العائلة في سن مبكر عاشت من دار الدار مظلومة مقهورة وفي النهاية تتحول من خادمة إلى سيدة السلام عليكم شيريات كيراكم دائرين إن شاء الله هركم غاية ومهنين وفرحانين تموقع العائلة كما رأيتكم رجعت لكم بروتيين جديد وحكاية جديدة حكاية جديدة حكاية بثاف شابة على باليب اللي قاع غادي تعجبكم لا تنسوش تبرتجوها مع أحباباتكم وخواتاتكم واللي دخلت معي جديدا نقولها مرحبا بيك شتركي في القناة باش يلحقيقها جديد جامعوا كومنتر ويلا شيريات نبدأ الحكاية تعنا على بركة الله تقول أنا أم الخير عمري 34 سنة متزوجة وعندي ولد عمره شهرين وعندي عام ونص زواج تزوجت بإنسان كان كل يوم قدام عيني وكنت نعيط لها الحاج وجامي توقعت باللي هذا الإنسان رح يكون زوجي في يوم من الأيام تربيت في عائلة جد فقيرة أو بالأحرى متعمدة الفقر أعلش قتلكم كما هاك خطر شبوية كان خدام وخلانا نولوا فقاراء دراهمه وقع سوالحه رحو غير على الشراب وعلى سوالح واخد أخرين أعزكم والله يعني ما كان يصرف ما كان يفوت على أمو المريضة اللي مسكينة كانت مريضة مصدرها وانها اللي يطيح ما تقدرش مانبة تحل عينيها تقي حاشاكم دوخة وما يديها لا تفوت لوالو وحتى حناية ما يصرف علينا ما يشيري ناقش العيد غير خوالي يكثر خيرهم يدوم ما يفوتوا عليها يعطوا هذا رحم المصروف حتى لوحدة النهار مرضة مرضى كحلة وراحت قاعدت في دار جدي ثلثة شهر كاملة وهنا كريحت قالها خالي شوفي انتي تقعدي هنا وولادك يرجعوا لدارهم عند ابوهم احنا ما نصرف عليهم ما نرفضهم قلت لهم الله إلاكم بغيني زع ما نعيش معاكم وتتحلوا فيا تحلوا في ولادي أنا بروحي ما نرجعش عند هذك الانسان قالوا لهلا رفضت صوالحه وقلتنا يا الله كان وخاوتي عند ابويا غي أنا واختي كنا معاها رجعنا لدارنا وقعدتهم وتخمم قلتنا انتم يا ابنتي راكم تقرأوا وقع قلتوا وتقرأوا وانايا راح نروح نحوص على خدمة عينا في همارة كمريضة وقع قلتنا صاي خالكم ما غاديش يزيد يصرف علينا لا علينا قاعدت تحوص على خدمة صابت خدمة في الحمام ولا تدي اختي الكبيرة معاها تعاونها كيدو خمه ولا تعاونها اختي يكيسوا في الحمام يسيقوا يطلعوا يسيقوا المولات الحمام من فوقها يطيبوا لها الفطور لايسانسيال خدامات عندها وكانت متخلية فيهم علامة حتى الماكلة يجيبوها من عندها واحد من خاوتي حبس القرايا ولا يخدم عنده واحد يبيع الخضرة وواحد قاعد يقرأ وانايا قاعدت خطرة نقرأ خطرة نحبس ومع مرور السنوات لحقت العمر 17 سنة وهنا لقيت روحي غين دوبل وأصلا ما كنت باغية نقرأ قلت لما وتلهم مااناني باغية نخدم صاي مااني نقرأ غاية ما والون فسدلك في درهمك باطل قلت لي مستحيل انت راكي صغيرة وقاع قاعد يفضل قومي بخاوتك وقاع وحنا رانا نخدمه وهذا كاللي صراح قاعدت في دارنا كما يقولون معززة مكرمة نطيب نأكل نلبس كما نبغي الحمدولله مولات الحمام وهمة كانوا متهالين فينا واخويا هذا كان يقرأ بعد يقرأ ويدي علامة شابين والاخر تاني يخدم عند مول الخضرة يجيبنا الخضرة حتى اللي لحقت العمر 18 سنة هنا امه ولا تمرض بزيف والطيح ولا تتغاشا وتتقيا هي كانت مريضة مصدرها وتحول هذك المرض الى دماغها يعني ولا عندها زوج او رام قاعدت وحت 6 شهر ولا 7 شهر في السبيطار وماتت وهنا حسينا باللي صايد دار اخوات علينا بويا قاعد ما يجيش ما يطلش علينا ما يحوش قاع علينا قاعدت انا واختي وزوج خاوتي الشاشرة بعد عامين تزوجت اختي راحت قاعدت غيء انا وخاوتي الشاشرة قاعدت نخمم كيفش نديراني قاعدة غيف الدار وقاع رحت عند مولات الحمام قلت لها لماذا لا نجيش نخدم عندك في بلاس طب اختي قاعدت لي واح مالقريرة هي عندي خدامة مي خاصتني خدامة الفوق هي عندها دارها الفوق والحمام دايرتها تحتها قلت لها صحة واللي تنروح نخدم عندها نسيق الهان طيب لها الفطور نقوم بولادها والحمد لله كانت متهلية فيها كما كانت متهلية في امه وكانت دايما تشكر لي في موختي تقول لي جامي شفت انسانة امينة يعني ما تخوين تخدم بنيتها خاطيها اي حاجة قلت لي موك ما شاء الله على بيها قبلت نخدمها كنتي وكانت دايما تحذرني تقول لي رضي بالك هاك والله هاك بصح انا ما كنتش فهمتها علش راهي تقول لي هاك المهم قاعدت نخدم عندها وخطرات كنت تنبات كي تكون وحدها وراجلها يكون في الخدمة وقع تقول لي قاعد يباتي معايا نعيط الخاوتي نقولهم غادي ينقعد عندها وتقولهم هي تاني تقولهم اختكم راهي في الامان راهي عندي ما تخافوش عليها كانوا خاوتي ديروا فيها الامان يقولوا لي باتي عندها نورمال سيرتو من ما كنتش بعيدة بزيف يعني واحدة الميتين مترا ولا بينا وبينها لا علينا كبر خويا اللي كان يقرأ ولا محاسب في السبيطار وخويا لاخر ولا خدام عادي تزوج خويا هذك اللي خدام عند مور الخدرة عادي وكبر المشروع تاعاه ولا لبس عليه تزوج وجاب امرأة تقريبا كانت صاحبتي يعني كنت نعرفها غاية وتعرفني وكنا متصاحبين وانا ما نكذبش عليكم فرحت كي جابها هي قلت هكا تكون مونستني تكون في بلاس طختي في بلاس طمع النهار اللي جابها يا اخواتاتي بينتلي العين الحمرة والتي تقول لي هذي داري تزوجي تعايرني تحرش علي يا اخويا عادي انا ما كنتش مؤمنة بلي هاد الانسانة كانت صاحبتي في يوم من الايام ووصلت بيها الوقاحة انها تحرش علي يا اخويا وكان يضربني والحمد الله اخويا هذك الاخر اللي خدم في السبيطار كان يسلك علي وكان يدبز معها على جالي وكيشفتهم هكا كي يدبزوا على جالي وقاح واللي تروح انبيت عندها واللي تقع انها الخدامة وفي الليل نعيط لهم ونقولهم راني بايت عندها المهم قاعدت نخدم عندها هاكاك خطرات بيت خطرات نجين دارنا حتى والله اخويا الكبير يقول لي كي تجي للدار جيبي الدرهم والمصروف مرته هي اللي كانت تتحرشه ما لقريكي كان مشي متزوج كان يقول لي دسي درهمك الشري الدهب يجي نهار وتتزوجي انتي تاني وتصيبيهم المهم قاعدت على ذاك الحال وين ما نروح للدار كون ما نديش الدرهم اخويا يصوتني ويحاوزني نرجع عند مولاك الحمام وهي هاكاك حتى اللي وصلت للعمر 28 سنة قال لي اخويا كاين واحد رح خطبك اخويا الصغير قال لي واحد خطبك ولبس عليه وبشاء الله مرتخويا حرشت علي اخويا الخبير قلت له كيف تتزوجه ومنا ومنا قال لي وانتي وانت عارفه هذا الانسان وبين بناتكم علاقة وقعد يلقى في الهدرق وحرم علي الزواج قلت ما علي اش اخويا قلت هذيك مرتخويا خطر على خطرة تعيرني تقول لي رفيع عمرك 28 انتي منت تزوجي منا الربعين عام ما تجيبي لها حمد لمحمد وهي مازال ربي مرزقهاش ما لقري صغيرة علي اغيب تلت سنين قلت على ذلك الحال خطر على خطر اخويا الصغير يجيب لي خطاب يحرمو علي واحد الزوج او ثلاثة بعد مولا الحمام لم نردد للدار وادختي صغير هذاك ولا صغير كما يعد هذي صغير بزئي اصبعي يجيب عندي احشياء يتكشب معي او مخصصاتك او مخصصتي لي ولله حتى ولت مولا الحمام تزوجي عليها وليت نحكي لها شو كيف يحدث عني وقطع تقول لي كنا نشوف عليك حاجة ولا حاجة نحاوزك ديركت عند خاوتك يسوتك ويحاوزك ويقسك الزنقة نزيراني رفداتك ولا تعملني معاملة سيئة مولاة الحمام كانت تعطيتني شمبرة الفوق ولا تقولي هو دي رقدي في الحمام رحي رقدي في الحمام ما ترقديش عندي يعني ولا تعملني معاملة تأخذ دامة تحب الصحي يعني ما تعرفني ما نعرفها معاملة قاسية ولا تتحذرني وتقولي كيتشوفي الحاج يعني راجلها ما تطلعيش عندي وما تهدريش معايا ما تباني لاشقاع واللي تنظري مخزونة في الحمام حتى في الليل ما نطلعش عندها حتى نشوف راجلها راح نطلع عندها كي شغل ولا تخايف عليا ما راجلها لا نديها لها ولا ما على باليش وانا كنت خطراتها كانت لقاها نقولها كي راك الحاج راك غاية لابس هذا مكان حتى هو كان يقولي بنتي مالقري هذك الانسان في عمره واحد الخمسة وخمسين ثمانية وخمسين هكا مشي كبير بزيف المهم مرضة هذك مولات الحمام واللي تقنار روح نرفدها واللي تقنار روح نسيق عليها نلبسها ومالقري كانت مريضة فريش وتقولي كيتشوفي راجل يتخلى عليها خرجي واللي تندير كي ما تبغي وانهار اللي طاحت بها صايق غرف تخيلوا بعينها كي ما هكا تديلي خرجي كي تخرج لها واللي تنخرج حتى الوحد النهار جاءو خواتيتها خملوا لها ركاباتي حاوس والحاولة فاليز وقاع اديها راجلها وخوها الكبير لفرنسا تعالج في ذيك اللحظة اللي قعدت نشوفي هالمرة هذي لابسة قشها ورايحة للمطار قعدت نشوف الصورة عمه في وجهها هزيلة وجهها شاحب يعني تقول ميتة وصعي قعدت نبكي عليها مالقري خواتيتها كانوا يضحكوا عادي نورمال زعماء بش يقضبوا الحمام وراها وقاع راجلها قعد يشوف فيها وخواتيتها قعدوا يشوفوا فيها راحوا يخالوا في اختهم قعدت تتحرش فيهم عليها لا اعرف كيف قلت لهم حاوزوها او تضربوها او خاطر ش كانت مريضة وكان الوجهتها مضيّر من جهتي لا علينا ركبت هي وراجلها وخوها وانا رجعت للدار مع اخواتيتها مع الاول كانت اختها قضب الحمام اختها الصغيرة جاد عندي اختها الكبيرة قلت لي راح نقضب الحمام انا واختي الكبيرة حتى ترجع لاليك يعني الى اللاية هي مولاة الحمام قلت لها ان شاء الله رب يرجعها بخير وقع قلت لي بسا حنتي ما تقعدش تخدمي هنا صاي خدامة وحدا تكفي وحنا ندير فطورنا ونقوموا بروحنا اختنا اللي كنتي متهلية فيها ما رايش هنا قلت لهم صحة خلوني من العشية نروح لدارنا قالوا لي دبري راسك المهم هذا نهارك تالي خملت قشي وخملت صغالحي كي وليت عند الباب قالوا لي شاهد الفاليزة اللي كي رافدتها قاع انتي جايب شليقة جايب قشك رافد قعد القش دروك تحلي الفاليزة ونفتشوها شاركي دائرة قلت نبكي قلت لهم والله غاي قشي ومنا وقعت نبكي قالوا لي دروك تحليها مسحت دموعي وقررت اني نفتح الفاليزة فتحت الفاليزة وهو ما يشوفوا بدعيات عختهم صابوية صوالح يعني متها وحا قلتوا يقولوا لي خوانا علش خوانتي يوقاع وانا والله العظيم اختهم هي اللي اعطاطني هذك القش كانت كيتشري بدعية جديدة ولا صابو جديد ولا تعطيني القش تح القديم وانا كنت ندسه مين ما كانش مقطع وقاع لو قعد ندس نقول بالاك نتزوج ولا نديهم معايا علش نقعد نحوس نشري الجهاز ولا نقول للناس يعاونوني ندس هذا القش وسائي وبما انو هوم مغلغلين علي وكارهيني ويقارعوغي وانتاجي الفرصة باش يذلوني ويضربوني ويبهدلوني قدام الناس خصوصا انو اختهم حرشتهم علي اختها الكبيرة جرتني وداتني للحمام قدام هذو كنسا اللي تلبس اللي داخله واختها رفدالفاليزا وقعدت قولهم شوفوا هذه اللي اختي امنت فيها هذه اللي اختي كبرتها هذه اللي اختي كانت متهلية فيهم كانت تعطيهم القش كانت تعطيهم الدراهم كانت تعطيهم الماكلة سرقتها وخونت لها ودات لها وانا يا نبكي ما قدرت شمان طن دافع على روحي جرتني وحاوزتني برا رجعت لدارنا وهنا رجعت للمعاناة الكبرى واللي هي صديقتي الحاميمة سابقا اللي هي مرتخويا حاليا وانا تواعرة ولا تتعاشرش تكرهني تحرش علي يا اخويا وديرتني خدامة تحا وتقول لي يردي بالك تخبر اخوك الصغير وتقول لي لا شارانا نديرولك والله يتقاتلون تسبا ولا اخويا خطر على خطر يضربني حسن لي قعش عري باش زعمه ما نخرش ونجيب لهالعار ومنا ولا ويعيروني يا تخوانا هي اللي اخوانتي المولات الحمام ومرتخويا الحاجة الغريبة اللي شدتها فيها ما اللي قريب قلتلكم صغيرة علي يا غيب شوية تعايرني وتقول لي انت يا اصلا لو كانت تزوجي تتزوجي على خمسين ولا خمسة وخمسين وانت تجي بي ذراري شكل يديك وهي ما عندها لحمد لمحمد كما قالت المهم قعدت على ذاك الحال نقارع لديك مولات الحمام وهذاك الحاج بشروا عندهم ونقولهم والله ما اخوانت نحوسم برا اقيروحي بالصحة قاعدوا يقولوا بلي الإجراءات صعيبة بش يجيبوها الجزائر وهذاك الوقت كان صعيب مالقري راجلها كان عندها العرف وكان منا ومنا وكانوا يخرجوا شوية بصحة قليل غير اللي يدووا فاتت ربع شهور قلت لكم على ذاك المعانات حتى جاءت مولات الحمام وسمعت بلي جاءت القراف يعني يا صاي كما قدروش يعرجوها في الخارج وقالوا لهم صاي غادي تموت جابوها رحت مرة طبطبت حاوزتني اختها الصغيرة ورحت مرة واخد اخرى حاوزتني الخدامة الجديدة حتى الوحد النهار حل علي الحاج واللي هو راجلها راجل مولات الحمام وهنا تفاجأت بلي ما خبروه ما قالوا له قعشاسرة يعني كانوا عارفين بلي هاداك القشو هاداك الفاليزة المعمرة اختهم عطاة هاني قلت له اني بغي نشوف لانا قال لي واح الدخلي ومنا ومحترم ما شاء الله ميرفيتش قاع راسه ادخلت عليها وقعت نشوف فيها وقعت تبكي وتشوف فيها كما هاكا مانيش عارفك شغل حسيت باللي ظلمتني ولا ما على باريش قعت تزير عليها هاكا في يدها وقال لي زعمال رجعي رواح يقومي بيا قعت معاها واحد اليومين تم عيطوا الخاوتي وقالوا لهم قعت معاها قعت نشوف خواتات حقا ما يعاملوها شغاية ينهضوا فيها يزقوا عليها يدولها مدرحم الحمام والتي مسكينة هي كتك تهدر تقول لي قعدي عندي انتيا ما تخليش فلانا وفلانا يجو عندي ما لقري خواتاتها بالصحصاية يكرهت منهم قعت انا يا نتهلا فيها مبدللها ليكوش حاشاكم وخواتات هييعيفوها قدام عينيها يخرجوا يجروا قلت معاها واحد الشهر هاكاك وماتت وهنا بعد ما ماتت بيومين يعني كنت معاهم اللاكم عارفين الجنازة وقاع جات اختها الكبيرة قلت لي اي انتيا قداركم صاي متت اللي كنت متهلية فيها وهذه اختها كانت طامعة ما كانت متزوجة قلت لك بالي اقدروا نتزوج برجل اختي ونبدي هذك الخير وهذا كدراهم انا قاع ما كنتش دايرة في بالي قللي هذك الحاج اصغر للحكاية كي حاوزتني اختها ورحت لدارنا تاني نبكي عايرتني مرتخويا وعايروني في دارنا قاعدوا حتى السيمانة هاكاك حتى جال حاج بنفسه يسقسع لي قال الخوية قالها جيت نسقسع لفلانا كراها دايرة بلا كراها مريضا وقاع خوية قاعد يسقع لي قاله انت وش دخلك ومنا ومنا ايو كي شغل كبروها في الحومة قاله عليك جاي الاختي ومين ماتت مرتكو وهو مسكين كان جاي يطلع علي وصعيب كي شافهم يديروا هاكاك قالها انا ننوي الحلال مانيش عارفها قاعد كيف هادقوا نقول لكم قالها انا ننوي الحلال ماني ننوي حتى حاجا جاي اخو يفرح مو الحمام ومالنوة وعندها الدراهم وتاجروا قاعد انا يا كي شغل قاعدت نقول غير روح لديك الدار ما عليش نتزوج بيه ولا روح خدامه ولا ما عليش المهم نسلك وكيما كان الحال خواتتها مبغاوش ووجا وجاب خواتتها هو وخطبوني ورحت لديك الدار وسكنت فيها عروس جديدة ومانيش بامنا باللي الحاج اللي كان يعني بالنسبة لي اخ ولا اب ولا وليت الزوجة تاعه وليت سيدة هذيك الدار من خدامه وليت سيدة والحمد لله واللي تقايمة بيه وقايمة ببناتها عنده بنت في عمرها 13 وبنت في عمرها 18 سنة ولا وخواتاتي ولا وصحاباتي يبغوني وحتى انا حنينة عليهم جامي حسستهم باللي انا زوجة اب جامي حسستهم باللي انا وحدة غريبة عليهم نبغيهم ونقولهم روحوا عند خالاتكم روحوا عند جداتكم ما قطعتهم شي يعني مسيلة الراحم جامي حرشتهم على خالاتهم وعلى عماتهم كيجوا يحكوا لي يقولوا لي خالتي هاشي قلت عليك نقولهم شوفوا بناتي ما تحكوا لي ما تخبروني ما والو خليني كيشغل قايع ما سمعتش وكانوا كيجوا هذوك خالاتهم ويجوا هكيشن فعلية ما عملونيش غاية انا لا نقوم بيهم نضيفهم نرحب بيهم نضحك في وجههم والحمد لله وصيرتو كي ولدت وجبت لهم اخ في عمر والان شهرين زوجتاعي فرحان وبناته فرحانين وعايشة غاية قادي تسقسوني يا عدر اخاوتك ركي تروحي عندهم تشوفيهم كيفاش ركي تعمليهم الحمد لله اخويا الكبير مالقري كان يضربني كان يعملني معاملة قعمش مليحة راني اروه عنده هنا عرضه يجي عندي يفطر اخويا الصغير اختبت له وان شاء الله العمل جاي العرس تاعه مرتخويا هي رحا تقادرني وانا راني نقادرها وانسي دقائع الشي اللي دارته فيا ودروك راني ندعي لها ربي يرزقها بالذرية صالحة على بان بلي غادي تشوف الفيديو تاع اليوم وقلت لها السمحي لي غادي نحكي قا حكايتي قاتلي حكي كما تبغي المهم الشيرات هذه هي الحكاية اليوم عجبتني بزاف بزاف وقدمتها على خمسة حكايات سمحوا لي صاحبات الحكايات اللي رهم يقارعوا عجبتني عجبتني بزاف بزاف فيها عبرا فيها انه دوام الحال من المحال ثبته في ربي ربي سبحانه هو اللي قادر يغير من حال الى حال ودروك شيرات مبقى علي يغين نقولكم تحلوا في رواحكم نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة سلام عليكم